اهلا اهلا وسهلا بيكم اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا التسعة كل سنة وتطيبين طبعا عيد سعيد على الجميع الحلقة النهاردة بقى حلقة هتلاقوها جميلة ظريفة لطيفة مبتكرة مختلفة مفتكسة استخدم كل الحاجات اللي اتعايز تستخدمها هنبدأ حلقتنا بواحد من اجمل واروع واهم الفنانين فنان قادر دائما على انه يخليك تبتسم وتضحك وقدر كمان على انه يخلي دموعك تنزل كل ده لانه هو فنان حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى انا مش هقولك فناننا وظفنا ونجمنا الرائع مين انا عايزك تشوف وبعدين نرحب اهلا بيكم معنا مرة تانية وطبعا اصبحنا الواضح غني جدا عن التعريف انه التاسعة متشرف سعيد فرحان بان احنا مستوضفين فناننا ونجمنا الكبير استاذ محمد محمود منورنا ربنا اخليك اهلا تفاجد عملي يا فنان كله تمام تمام الحمد لله بقى احنا كنا لسه بنتكلم من شوية قبل ما نبدأ على طول بانه احنا اخر مرة قبلنا يجي من 3 سنين اه نجيب زي زركش نجيب زي زركش انا اتفاجئت 3 سنين حدو ايه حكاية الزمن اللي بيجري اصرع مين ما ياجب ده لا بجد والله انا مش عارف انا انا بتفاجئ فعلا كل شوية تيجي لي ستوري كان يقول لي ايه الصورة دي بقى لها سنتين دي بقى لها 3 سنين انا مش فاهم ده ايه دي ما فيش بركة في الزمن والشي في حاجة غريبة غالبا القوة الدولية زرعت اجهزة بتاكل الزمن بشكل او باخر بشكل او باخر انا عايز ابدأ بحدوتة غريبة ممكن تبقى بعيدة شوي عن الفن حدوتة كنا بنتكلم فيها بره على وقت ما حضرتك اتجنبت في قوات المسلحة المصرية اه وحكيت لي الحدوتة وانه كان بدأ اول يوم تجنيد كان يوم 6 اكتوبر 73 اه اه تعرف كل خارجين الجامعة بيبقى لازم يسلموا نفسه يعني ايه شهر 9 وشهر 10 فاحنا انا بقى وصحابي بقى كل خارجين بقى يلا يا ابني نروح نسلم بكرا لا استنى يا عم شوي لا استنى استنى نشلنا عليهم 6 اكتوبر حلو كده باي لك طبعا خد كده خلاص اه حنسلم نفسينا احنا تريدين نروح ازوى برضو يعني انا مع بعض في الجامعة 4 سنين وبتاع فسلم نفسينا 6 اكتوبر روحنا طبعا الساعة 6 الصبح دارة التجنيد والاجراءات بقى وباللبس الملكي جات لحد الساعة 2 واحنا قاعدين بقى منتظرين بقيت الاجراءات الميكروفونات اشتغلت ان البيان الاول قامت قواتنا المسلحة بعبور قناة السويس طبعا لحظة دي لن انساها في حياتي عارف مصر جابت جول في نهاية كاس عالم الفرحة اللي كنا فيها ان الام كلنا في ناس كتير مش عارفة بعض من جميع المحافظات بقى وشباب كله خريجين جامعة بنحضن بعض فرحانين ان الحرب قامت وحنسترد حقنا لحظة لن انساها كأنها مبارحة شو بقى لها قد ايه كأنها مبارحة وجم بقى طبعا بيشوفوا معنوياتنا شكلها ايه جي حد من القيادة اللي موجودين في قدارة التجنيد يا شباب الحرب قامت تمام يا فاندم ايه رأيكم تروح تحاربوا دلوقتي تروح عجبها بالاجماع قولنا اه نروح هما بيشوفوا احنا معنوياتنا شكلها ايه خايفين مبسوطين فبنقولها بمنتهى الثقة واحنا لابسين لبس ملكي يعني احنا رايحين بنعمل الاجراءات وهروح بيوتنا نبات طبعا لحظة لان انساها في حياتي لحظة فعلا فخر ان احنا اللحظة دي مستنينها بقى الناسين طويلة قوي قوي طبعا دي عملت مأساة في البيوت في البيت طبعا كان في رمضان عشر رمضان اه حطت الاكل على الفطار زي ما عرفت ابويا وامي الله ارحمهم اخواتي اه يعني ايه مكلوش يعني ايه بيدمعوا شهور انساني طبيعي اه يعني هما متصورين يعيني ان احنا خلاص الحرب قامت وانا راحت الجيش النهاردة يبقى انا رايح احارب حاجة كده يعني لا 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 لحظة وكانت خدمة حضرتك فين بقى انا كنت اه في جناح الصواريخ اه 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 وتعينت فعلا موجه الصواريخ خدنا تدريبات سريعة جدا واه اه اكتزت الدورة دي بنجاح كنا حوالي ربعمائة واحد ثلاثة من احسن اربع رماة رماة صواريخ في المجموعة اللي دخلت الجناح الصواريخ ساعتها وبالتالي ودوني على الجرح فورا يعني في خلال اقل من شهر انا كنت عجبها بس كان الحرب توقفت طبعا في مرحلة اللي هي الوقت في اطلاق النار دي بس كنت عجبها طول الوقت في العين السخرى كنت شايفهم قدام الاخوة البعدة يعني على ذكر بقى هذه الحدوتة وعلى ذكر الاخوة البعدة دايما احنا اه احنا كمجتمع عموما بنقدر جدا الفنان اللي بنلاقيه متفاعل مع الاحداث ايا كانت اللي مواقف وما الى ذلك واصبح مفهوم جدا انه استاذ محمد محمود ليه موقف واضح من اللي بيجر ويمكن من بداية اللي حصل في سبعة اكتوبر وحتى هذه اللحظة اظن برضو ان موقف الفنانين المصريين كان موقف مشرف وشديد الوضوح لكن احنا النهاردة بقى احنا ثمن شهورة يا اساس محمد شايف الموضوع عمل ازاي وبتتفاعل معه ازاي بالرغم من المقساة الشديدة اللي اه اللي احنا عايشينها واللي العالم العربي والاسلامي عايشها والعالم كله تقريبا الايجابية الوحيدة اللي في الموضوع ده ان العالم اللي ما كانش مهتم بالقضية واللي ما كانش يعرف عنها حاجة وفي معقلهم هما نفسهم عند الغرب وعند اسرائيل نفسها بدأوا يعرفوا ان فيه ناس اصحاب حق ده لم يكن موجود قبل كده تكفي المظاهرات اللي بتقوم في الجامعات الامريكية نفسها وفي اسرائيل نفسها وفي العالم الغربي كله بيناصر الفلسطينيين بيناصر القضية مهما كانت النتيجة انما انا اعتقد لحد الوقت المنتصر هم الفلسطينيين ليه القضية اعيد طرحها من تاني ومش هتنتهي نهاية بردة زي كل مرة مش هيبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء زي ما بيتقال الصيغة القانونية ياهدي لا المرة دي لازم يبقى في حل الحل ده اعتقد هيبقى حل الدولتين وده اللي لازم يحصل ده الحق الطبيعي هنا بقى ساعتها لحس ان احنا اخدنا بطار الشهده دول الاطفال اللي ماتت بدون زم وبدون اي جاريرة ما ارتكبوش حاجة ما شافوش حاجة ما ارتكبوش زم في حياتهم ولا شافوا الدنيا اصلا لو كان ده هو نتيجة اللي بيحصل حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة يبقى هو ده الانتصار الرهيب اللي ما كانتش تتمنى اسرائيل نفسها مهما كان عدد الضحايا من الاطفال ومن النساء ومن الشباب ومن الشيوخ لو كانت دي النتيجة في الاخر يبقى احنا انتصارنا ساعات كتير كنا في فترات قبل كده كنا بنسمع دايما بعض المقولات يعني يقولك مثلا مش المفترض ان الفنان يقول له مواقف متعلقة بالسياسة مش المفترض الفنان يقول رأيه في قضية ما في امر ما الى اخره مع انه انا اتذكر انه مثلا كان لا يرحمه نور الشريف دايما بيقول اراؤه ودايما عنده مواقف وطبعا عنده فيلمه الشهير ناجي العالي طبعا رأيك ايه في مسألة انه الفنان مش بالضرورة يفصح عن موقفه لا سوري بقى انا ما اعتقدش الفنان اللي يعمل كده يبقى يبقى فنان الفنان اللي مش عايش قضايا مجتمعه وحاسس بيها معلش ما يبقاش فنان بجد لا ده ناسي معاصر ومعايش كل الاحداث اللي بتدور حوليه ده هياخدني للناحية التانية مسألة الاداء والمعايشة يعني انا اتفرجت على اعلى نسبة مشاهدة وكان عندي الحقيقة طول الحلقات هوس اساسه اعجاب تقدير شديد باثنين تحديدا انتصار هو اساس محمد محمود بس ده هياخدني على السؤال الشخصية اللي جسدها اساس محمد محمود الشخص المسؤول رب الاسرة اللي عنده الالتزامات واللي الالتزامات كسرى ظهره جبتاها منين ازاي؟ من خلال اللي احنا بنقول ده لان انا طول الحلق نعايش في قصة الناس دي يعني انا من الطبق الوسطى اللي هي غالباتش الشعب المصري تقريبا يعني او اي شعوب العالم من الطبق الوسطى هي الطبق الغالبة الاغلبية فانا زي اي اب مصري زي اي اب مهموم بمشاكله بمشاكل المجتمع ومشاكل ولاده وتربيتهم ومستقبلهم حامل الهم طور الوقت عشان كده لما الشخصية دي جاتلي انا مفكرتش هعملها او مش هعملها يعني عادة بيبقى فيه دور بييجي انت بتقول ايه يعني اه ممكن او عايز شوية تعديلات اه او حبالك شوية في اجري عشان ما يوفقوش حاجة كده اه انما فيه شخصية زي دي لما جيلي انا بروح اطلب العقد عشان نمضي لاني عارف انا ععمل في الشخصية دي ايه لاني حستها كويس اوي وحبتها اوي فده مهم على فكرة انا مش مهم ان انا اشتغل وخلاص مش مهم اعمل اي طور وخلاص لأ وده اللي حصلي في نجيب زي زار كش من المناسبة ان احنا اتكلمنا فيه انا مضيت العقد على اه 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 وانا معي خمس حلقات انما قريت الشخصية دي ممكن ديبقى فيها ايه وممكن تعمل ايه قريت من اول خمس حلقات الشخصية دي فقلت لهم هاته العقد ومضيت وبعدين نتكلم انت عاوزين ايه هنا برضو انا لما قريت حسيت ان انا متواحد اوي مع الشخصية دي حسيت ان ايه ده مش مش انا اللي عام انا اي اب مصري هو الشخصية دي اي اب عنده ولاد او بنات مهمون بيهم في ظل الظروف اللي بيمر بيها المجتمع من خلال السوشيال الميديا والتلقيها السلبي من خلال شبابنا للأسف بيتعاملوا مع الجانب السلبي منها مش الايجابي بغرض الصراع السريع او الشهرة فمتصوريني ده اقرب الطرق لتحقيق اهدفهم طيب ما انا لما اعمل الشخصية دي وحسها كويس قوي وابقى مهمون بيها وابقى مصدقها الناس حتصدقني ودي نتيجة اللي حصلت فعلا يعني لما تيجي بنتي تقوللي انا الكلام اللي انت قلته ده في المسالسه اللي هو ابتنا حسنت انك بتكلمني انا انت كنت حاسر كنت حاسر البنات اللي قدما دي انت كنت فاعم بتكلمه على انك بتكلمني قلت لا اه انا ما توحدت مع الشخصية دي تصورت ان سلمة بضيط دي بنتي وليلة بنتي وفرح يوسف بنتي بناتي ومهمون بيهم عشان كده الشخصية دي والعمل كل وصل للناس لان هادي قضية المجتمع دلوقتي وقضية الجيل بتاعنا اللي هو علاقته بالسوشي يا الميدي علاقة ضعيفة جدا يعني احنا كلنا شالين موبايلات عشان الشغل بس عشان الالو ترد على مكالمة او تكلم حد انما ملناش في في التيك توك وفي اه في الحاجات دي وفي لا فقال فحسدني لا انا بوصل رسالة وبنبه كل اب مصري او اي اسرة او ولية امر ان خلي بالك الجهاز اللي في ايد ولادك دول ده خطير جدا ده خطير جدا لازم تعرف بيعملوا ايه لازم تعرف بيتكلموا ليه بيعملوا فيه ايه بيتكلموا مين هدفهم ايه من اللي بيعملوا ده فيه ثلاث مشاهد بالنسبالي في المسلسل ده بالتحديد اه كنت انا يعني معلمين فيها زادة عن اللزوم انا طبعا باعتباري منيش علاقة بالتمثيل بس انا بحس ان التمثيل ده عامل زي التفاعل الكيميائي كده جوا الممثل جوا الفنان المشهد بتاع اول مرة يتعامل عرض الملوخية في المطعم انا قعدت عملت كده وبقول ايه اللي في زهن استاذ محمد محمود المشهد التاني بتاع اخر عرض ملوخية لما ترفض من المطعم المشهد التالت البلكونة مع انتصار ومفترض انه سلمة بضيف كان هم فاكرينها توفت فتبعت رسالة تقول انا لسه عايشة من تليفون خالها اظن كان حاجة زي كده عند فهيم ايه فوش الاستاذ محمد محمود نظرة عينه الحركة بتاعت ايده هو بيتكلم انا في التالت مشاهد دول والله العظيم مش هزار كنت قد عم ما لقول ايه اسكر وجايزة برلين ومهرجان كان والله عزيزة قلت ايه ده ايه ده لانه احنا اغلبنا بحب استاذ محمد محمود في المطلق ده ما فيش فيه خلاف لكن اغلبنا بيبقى مركز جدا مع الاداء بتاع استاذ محمد محمود لما بيقدم اداء كوميدي لما بيدحك لما بيهزر لما مش عارف يوكلام من ده لكن دول تفاعل انساني مخيف المشهد بتاع ملوخية ده انا ادخلت يعني انا لو في الموقف تفاعل انا بقى ايه ده راجل موظف تقليدي جدا بسيط اوي راجل ملوش في السكة دي خالص ولا انه يتبهدل البهدلة دي وينزل لعمل زفة الملوخية والكلام ده وراحين مكان فعلا معروف اوي اه معروف القاهرة مطعم مشهور مشهور اه والشهدى بيتعامل يوميا على طول فانا ده حال تلونة في الموقف ده لو خلي بالك اللي صعب الموقف ان معايا امي لما لها ايوة الفنانة القديرة العظيمة فالراجل مكسور ومكهور وبيعمل حاجة لانه ما فيه كل صبر العيش مقفولة ومتابه فدي المكان العيل اللي حيجي لو متعيش حاجة متعليب كده اه الدنيا حاجة متعليب كده فمضطر فبيعملها من من وراء قلبه زي ما بيقول ومضطر يعمل اللي هما بيطلبوه انه هو مكسوف خجلان من الناس اللي شايفاني بعمل الكلام ده وبرم نظر على امي وهي قاعدة ما شوفها وهي شايفاني كده وخصوصا لما الراجل بيشتمني وبيبقاتلني بعد ما وقعت عليه الملوخية كسرتها وكسرتي انا قدامها فكنت عامله باحساس بجد كأنه حقيقي حقيقي بجد لذلك ان الراجل اللي كان بيها من المشهد بقوله كان مكسوف يشتمني يعني لما بيقوله بيقوله ايه دا بتاع قلتولي لأ ساعة قوي وذلك قلتوله قولي ايه اللي انت عملته دا يا حمار قلتوله انطقه ما تخير قلتوله يا عم احنا بنمثل انت بتقولي الشخصية الراجل مش عايف يقولها عنده حق بصراحة اه فعشان انا نفسي احس ان ايه الموقف صعوبته قد ايه علي نفسيا عشان لما بص الأمي وهي شايفاني وانا بتبهدل وهي شايف ان راجل مفروض محترم دا راجل خطات وكان موظف وكان بيقول ان هو كان موظف يعني لقيمة في المجتمع وبتاعه فلما يحصلوا داوت كل دا بسبب بيهين نفسه عشان بناتوا ما يتهنوش عشان نعافر ربيهم ويجهزهم ويعلم ويربيهم احسن تربية ويعلمهم وا 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 من ضمن الأسرار انا دايما بحب بحاول افهمها يعني انا حتى كلمت محاتك شوية افناه قبل ما ندخل مسألة انه اقوى ممثلين في مصر مش هما نجوم الشباك نجوم الشباك حظوهم الرائع اجتهدوا ربنا كاتب لهم زي ما يطلع مش دي قصتي لكن الممثلين الاقوية جدا مهمش نجوم الشباك فحيزك فاجئتني بنظرية الفرق ما بين البطل والنجم والنجم اه بالزبط وهتلاقي ده في طوال تاريخ الدراما المسقية من زمان دلوقتي ما اسهل ان ولد او بنت من الشباب بالمناسبة اللي بنتكلم على السوشيال ميديا انه يفرقع شوية كده على السوشيال ميديا ويعمل كازاسينا كده على تيك توك والكلام ده وهوب المنتج يطلبه وفجأة يبقى نجم اه والناس عايزها وعايزها تشوفه ويعملوا فيلم والناس تدخل اه تجي يجيب اراضات عالية هنا بنقول حليبة اه جاذبية النجم اللي ربنا بتديه له الابلتي او الحضور مش شرطه اللي يبقى موهوب في الكممثل هو حضوره الجاذبية التراكتف هو بالنسبة للناس البطل ده ممكن يبقى اقوى منه مليون مرة صحيح وبطرة اضربت لحضرتك مثلا محمود المليك طبعا عمره ما كان نجم شباك مش هو البطل اللي بيبيع بيه محمود مرسي اه اه اقول ايه نجوم كبار قوي عمرهم ما كانوا هم النجوم اللي هو المنتج بيبيع بيهم بيصدروا على الافيش انما يجيب واحد اقل منه موهبة بس اكثر منه جاذبية عند الناس ده الفرق بين النجم والبطل النجم اللي هو يقدر يجذب المتفرج عشان يجيب اراد عشان المنتج يقدر يسترد الفلوس اللي صرفها انما لا يستغن عن البطل اللي ممكن ينجح الفيلم ده البطل الناس من الواحده ما ينجحوهش لازم عوامل مساعدة حواليه لازم يموثل قوي حوالي جنبه عشان ينجح العمل ده عشان كده بنلاقي عظماء اللي احنا عمرنا ما هننساهم في الدراما المصري في السينما المصري عمرهم عملوا بطولة بطولة مطلقة يعني انه هو اللي يتصدر الافيش وليل جدا حتى اللي استثناءت يعني تبام انه حتى اخذكرت اسوز محمود مرسي حتى الافلام اللي كان اسوز محمود مرسي بطلها او مسلسل زي ابو العيلة البشري عسابين المثال او بين الاصرين في مرحلة لاحقة في النهاية هي طيب هي كانت حالة يعني كان لازم يتجاب محمود مرسي فيلم ده بس مش هينفع حد بتاني طبع لكن غير كده ما هواش النجم السينمائي اللي صوره بتغرق افيشات الشوارع والناس هتقف طوابير على الشباك بالرغم انه واحد من اهم واعظم واكبر فنانين العالم العربي مش مصر مصر بالزبط هو ممكن البطل ده يعني بنقول بمناسبة بنعمل مقارنة ما بين النجم والبطل البطل ده ممكن اجيبه بطل حقيقي في درامة تلفزيونية اه انما ما اجيبوش في السينما في السينما ليه انا مش مطالب بتحقيق ارباح في شباك في السينما في السينما لا هو عاوز حد مفرقع مع الشباب مع الناس ان شاء الله زي ما اقول لحضراتك كده عي العمل كان فيديو كده تقطع علشانه التذاكر اه انما في السينما في التلفزيون ممكن نعمل ده يجيب ممثل قوي جدا يديره بطولة لان انا مش مطالب ان انا احقق ارادات الناس هنا هتوعى تتفرج عليه وفيه امثلة كتير طبعا بدون ذكر اسماء يشيل بطولة في التلفزيون انما ما يقدرش يغامر به المنتج في فيلم ويصرف عليه ملايين وبعدين لا الناس عايزة الواد اللي بمثل ضعيف او ده بس هو واكل بالذات يعني انا اتذكر طب صحيحني لو انا غلطان انا ممكن اقترح انا اسم من من زهني لان الاسم ده انا بحبه الى ابعد الحدود الله يرحمه اوستاذ صلاح السعداني اوستاذ صلاح السعداني مش بطل افلام سيمة برغم النوع خد بطولات يعني لسه كنتم برح بتكلم مع بعض الناس على فيلم الروبابيكي على سبيل مثال فيلم قضية وفلسفة وطريق التفكير وما الى زلك ده الاستاذ صلاح طبعا لكن اوستاذ صلاح السعداني في التلفزيون نجم المسلسل صحيح ما هو ده ينطبق عليه احنا بنقوله دلوقتي لان صلاح السعداني ممثل من شعر راسه لضفر رجله وصاحب قضية وصاحب رأي مصقف جدا مرحب ورحمة موهوب جدا فمش شرط هنا اجيبه اعمله بطولة وفعلا عمل افلام سينمائية الافلام السينمائية ممكن ما نجحتش في دول العرض كارادات انا مش قول ما نجحتش انما لما اتعرضت في التلفزيون صح الناس شفيتها جدا وحبتها شوف قد ايه جدا دليل عاي انه لا ده نجم كبير اوي ده ممثل تقيل اوي جامد انما السوق والشباك لمواصفات تانية ابعد ما تكون عن انه هو ممثل خطير او لا لا هل ده ما بيخلقش شكل من اشكال احباط يعني على ما يبدو من الكلام ان البطولة بتيجي تراكم نقط وافضل مكامل مكامل لحد ما بقى انا بطل لا غنى عن وجودي في الفيلم وما الى ذلك اما النجومية فبتيجي خبط لازم ده ما بيخلقش شكل من اشكال الاحباط احيانا او احنا هنقعد طول عمرنا نمثل ولا ايه لا انا شخصيا كنت زمان وانا طغير قبل ما احتعرف خالص الحاجة دي ولا فكر ان انا حبقى ممثل انا كنت بتفرج على الافلام اللي في السينما مش عشان النجم اللي شايل الافيش عشان البطل عشان البطل انا كنت بتفرج على فيلم عشان فيه عادل ادهم الله مثلا عشان فيه محمود المليجي عشان فيه استفان روستي اه شوف قد ايه ما ليش دعوة مين اللي هو المتصدر انا كنت ادخل عشان الناس دي دليل ان ده لا ده مش حاجة شوي ده مش حاجة قليلة طيب حسن حسني الله يرحمه الله يرحمه يا رب ده اكبر دليل طبعا حسن حسني كان لا يستغنى عنه فيه اي فيلم اطلاقا يعني كان ايقونة الحظ وانسبة كل النجوم الكبار الموجودين دلوقتي صح فيه ديس كان بتدخل الافلام دي عشان حسن حسن صح مش عشان حد تاني تخيل اه ممكن ادخل كبان عشان المخرج ده المخرج تقيل اه مايهمنيش انا ممكن يجيب كل الناس انون مش معروفين بس انا داخل عشان بسق في فلان ده يبقى تفرج على حاجة كويس على موضوع كويس على فيلم تركيبة جديدة مايهمنيش النجم مين هل المعادلة في المسرح مختلفة عن الاتنين دول خالص ولا فيه متشابهات بس المسرح هو بينقاسم هنا لا هو فيه متشابهات في ايه في القطع الخاص لازم اجيب نجم اه بصفة تانية قدرت تلت مسارح بالضبط وكان عندي مسرحين انا كنت مديرهم اسمها مسرح مواجهة اللي هو المسرح الكوميدي والمسرح الحديث كان لازم اجيب نجم علشان اعمل عرض في مسرح الطليعة انا ما كنتش مطالب اجيب نجم انا بعمل مسرح طليعي متخصص للشباب فيه فكر فيه ثقافة فيه رؤية جديدة نعمل حاجة بتملأ الدماغ بالضبط فلي بيجي فيه المتخصصين المثقفين اللي حابين الفن اللي حابين الادب اللي حابين يعرفوا يعني ايه مسرح ده مهموش لان كل اللي فيه ممكن يبقى النون محدش معروف خالص بس انا بطرح فكرة جديدة بقدم مخرج جديد بقدم مؤلف جديد مهندس ديكور جديد وكان نجاحي شوف تلات مسارح دول الرهيب اللي من نجاحي للناس كلها تكلمت عنه في الطليعة لان ما كنتش متكتف ان انا لازم اجيب نجم كم سنة مسرح يا سيد محمد اربعين سنة ما شاء الله اه انا بشتعل مسرح من وانا اولى في المعد في النوم مسرحية من سنة اولى انا ما تعرفتش غير من ست سبع سنين ليه لان اللي احنا كنا بيقول ده كان اللي يجي تفرج عليها في المسرح مسلا مخرج سيد بيعمل فيلم او مسلسل يقول انا شفت وقت في المسرحية فلان جزا حيجي لي الساعة ستة اقول لانا عايزة همشي اه صح لبلاش وبعدين سبع سنين ادارة اه فبرضو دي خدت طبعا فطول الوقت انا في المسرح وكنت مستمتع جدا مفيش داخل بس انا خلاص هو ده قادر يقوم بسود انا بطلع الطاقة اللي جواي وراضي وراضي والحمد لله بقول لي يعني لما ربنا زرها هيحصل ايه المشكلة ربنا بيكتب في موعيد المسرحات دي تصورت ولا ما تصورتش المسرحات ايه المسرحيات بتاع حضرت ولا واحدة مسرحية واحدة طوال 40 سنة وجات مرتين في 40 سنة وبتيجي الساعة 3 السبع وبقالها 20 سنة مجاتش بس دي مشكلة ويا ما حربت فيها وانا في الادارة بيتقول بيها خلاص بيتنا في موقع المسئولية اعمل اللي هي كنت بتمنى وانا برا انه يتعمل عشان الشباب اللي جاي ما يضيعش زي اللي ضاعوا قابليه يعني انا واحد من الناس اللي ظلموا ويمكن ربنا عوضني بعد كده انه في ناس عاشت وماتت ما شافوش وعملوا اعمال في المسرح والله يا استاذ يوسف يعني لو تصورت لهم مسرحية واحدة كانوا بقوا من كبار نجوم البلد وما شافوش ده فلما بقت في الادارة قلت عشان ما يظلمش حد تاني الشباب اللي طالع لازم نصور ربنا نصور ما عرفتش برضو وناديتا كتر من مرة طلهم يا جماعة نصور بغرض انه بقى ارشيف ده واحد مش بغرض الدراسة لطلبة وطالبات كلية الفنون اكاديميات الفنون وكليات الاداب قسم المسرح بمعنى تبقى دراسة عملية للطالب زي طالب الطب ما بيدرس عملي وطالب الهندسة يبقى طالب المسرح بيدرس عملي فاصور جميع المسرحيات مصرح الدولة السيء والجيد وقديها للطالب في الامتحان كنموذج جيد وكنموذج رضيء تزوق فني ونقده وقل لي يا ابني ايه سبب المسرحة دي فشلت ايه سبب المسرحة دي نكحت ده من ناحية الناحية التانية انت بترفض تصور المسرحة دي لانها يقولك مفيش نجم اقدر ابيع بيه يا عم اللي انت مش شايفه النهاردة بكرة هتحتاج يعني المسر البلد بكرة تحتاج افاق الولد اللي انت مش عارف امتو النهاردة ده المسرحة دي رفضلت عندك والود ده ربنا كرمه زي ما حصل مع نمازج كتير هتطلب منك بملايين طبعا والتوخدها ببلاش اصلا ببلاش مفيش مهرفش وما حصلش وتبنيه يحصل هيحصل هيحصل يعني هنسع كلنا في انه ده يحصل لانه ده موضوع بالغ الاهمية زي ما حدك شرحته بالزبط انا مش عايز اتوقل على حضرتك وانا عارف انك عندك التزامات ويعني واحنا مش عايز اقولك ايه وقلو دايما لقاته عزيزة وهي عزيزة جدا نورتنا وشرفتنا ولا احب ابد ان احنا نلتقي مرة كل تلات سنين يعني لازم ننظم قدر الاستطاع وعائلة الزمن بحيث انها الوقت ما يسرقناش نورتنا جدا يا سيد محمد الف شكر لك نورتني وشرفتني بطل ونجم وفنان ومخرج سيد محمد محمود بتاع فن ربنا خليك بس فن في المطلق نورت وشرفت ربنا خليك الف 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 شكر شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة كان معنا سيد محمد محمود خليكوا معنا دايما في التاسعة